اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن مملكة البحرين حريصة على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحماية العمال ضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة ووضع التدابير الآمنة لحماية القوى العاملة في مختلف القطاعات الانتاجية الأمر وفق معايير منظمة العمل الدولية جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة انتهاء فترة سريان العمل بالقرار الوزاري بشأن حضر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة بنسبة التزام بلغت 99% وأوضح حميدان أن استمرار الالتزام بالقرار يعكس حرص المنشآت على تطبيق الأمثل للأنظمة والقوانين والسياسات التي تضمن الحد من الإصابات والأمراض المهنية مؤكدا في هذا السياق أهمية النتائج المتحققة تبعا للالتزام بهذا القرار الذي يحافظ على سلامة العمال من الإصابات والأمراض وكذلك على مستوى تعزيز الانتاجية وقدم سعادة وزير العمل شكره لأصحاب العمل الذين حرصوا على الالتزام بتطبيق القرار والذي أسهم في انخفاض عدد الإصابات من خلال تأمين ظروف العمل الملائمة مشيرا إلى دور القرار في تنامي مؤشر الحفاظ على سلامة وصحة القوى العاملة في ظل منظومة تشريعات وطنية تخضع للمراجعة والتحديث المستمر بما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية للسلامة وصحة في مواقع العمل